حديثنا اليوم عن الذكرى الخالدة ذكرى المسيرة الخضراء المدفرة انطلاقا من قول الله عز وجل وذكرهم بأيام الله وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور المغرب هذه الأيام غدا إن شاء الله سوف يحيي الذكرى الخالدة الوطنية ذكرى المسيرة الخضراء المدفرة التي تمت من المغرب ليعانق أقالمه الجنوبية بسرعة مرت ستة وأربعين سنة هذه المسيرة تمت سنة ألف وتسعمائة وخمسة وسبعين وقد شدت أنظار العالم بأسره فقد قدم المغرب بهذا الإنجاز السلمي نموذجا على التدبير السياسي المحنك تدبير يروم الدعوة السلمية والحوار الدبلوماسي عوض التشنج وعوض الغضب وعوض لغة السلاح كان المغرب رائدا في هذه المبادرة السلمية لأن المغرب دوما وأبدا متمسك بالمنهج السلمي وربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز وإن جنحوا للسلم فاجنح لها الصحراء المغربية أيها الأحباب الكرام وأقاليمنا الجنوبية هي ليست ولدة اليوم من يقرأ التاريخ ويقرأ الواقع يجد بأن الأقاليم الجنوبية جزء لا يتجزأ أبدا من المملكة المغربية الشريفة قبل سنين طويلة منذ إثنى عشر قرنا بدءا بعهد الموحدين مرورا بعهد المرابطين ثم بعهد من الأدارسة أولا إلى المرابطين إلى الموحدين إلى المرينيين إلى السعديين إلى الدولة العلوية الشريفة إثنى عشر قرنا امتدت عبر التاريخ كل الوتائق وكل الأدلة تؤكد بأن الأقاليم الجنوبية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي المغربية وقد ضلت كذلك حتى عهد الاستقلال فالجزائريون كانت لهم علاقات مودة ومحبة وتعاون مع المغرب وفي عهد الملك الراحل المجاهد محمد الخامس طيب الله تراه كان المغاربة يشعرون بشعور الأخوة والمودة بينهم وبين إخوانهم الجزائريين وفي عهد الملك الراحل محمد الخامس قدم المغرب إنجازات مهمة وأياذ بيضاء خدمة للشعب الجزائري في دفاعه عن أرضه ودفاعه عن شرفه ضد الاستعمار الفرنسي ولكن للأسف عنده بعد جلاء الكيان الإسباني من أراضي المغربية لاحظنا تغير عدد كبير من المعاملات حيث أن الجزائر بدأت تدعم ما يسمى بجبهة البوليزاريو وأرد أن تكون ما يسمى بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عنوة وهذا جعل المغرب يشعر بأنه يتعرض لاستفزاز وأنه يتم سلب أراضيه من بين يديه ماذا عليه أن يفعل المغرب كان دوما ينحو إلى السلام فكانت عبقرية الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله تراه أنه دعا في مثل هذا اليوم الخامس من نوانبر سنة 1976 دعا الشعب المغربي لتنظيم المسيرة السلمية الخضراء المدفرة إلى أقاليمه الجنوبية لقد أطلق خطابه فقال غدا شعبي الغازيز غدا شعبي العزيز سوف تخترقون الحدود وسوف تطعون بأقدمكم على أرض هي جزء من أرضكم وتلامسون رمالا هي من رمالكم الشعب المغربي كان له حماس قوي حتى إن هذا الحدث شد أنظار العالم بأسره قالوا كيف أن بمجرد نداء ملكي واحد الشعب المغربي هبى على بكرة أبيه من جميع الأقاليم المغربية تصوروا على درجة الاختلاف بين المغاربة يتوحدون كلما تعلق الأمر بمصير الوطن وكلما تعلق الأمر بالنداء الملكي السامي وهذا إن دل على شيء يدل على العلاقة الوطيدة التي تربط الشعب المغربي بالعرش العلوي المجيد وهذا كله جعل العالم ينظر إلى المغرب بدهشة أنه بسرعة لبأ النداء وانطلقت المسير الخضراء المدفرة تضم تلاتمائة وخمسين ألفا من المشاركين والمشاركات فيهم عموم الشعب فيهم الرجال وفيهم النساء وفيهم الكهول وفيهم الشباب وفيهم الطبقة المتقفة والطبقة الدبلوماسية والسياسية وفيهم الزراع والفلاحين والعمال حتى المرأة الحامل وهي حامل لم تتوانى أنها تتقدم للأمام حتى وضعت مولودها وسمته المسير في رحاب هذه الأرض السعيدة كان الناس كلهم يسيرون نفق توجيهات الملك الراحل العبقري الحسن الثاني كان يقول ستصدفون شعبي العزيز أناسا إسبانيون قد يكونوا عسكريون وقد يكونوا مدنيون إياكم أن تحاربوهم أطعموهم من مأكلكم وأشربوهم من مشربكم ولا تتوانوا أن تدخلوهم إلى مخيماتكم إننا نريد مسيرة سلمية لهذا أرسلنا أناسا عزلة كانوا يحملون المصحف في اليد اليمنى والراية المغربية في اليد اليسرى قال لو كنا أردناها حربا لأرسلنا جيشا باسلا فكانت عبقرية الحسن الثاني رحمه الله الدعوة إلى السلم والسلام اليوم نلاحظ بأن الأوضاع تعرف نوعا من التشنج وغريب جدا أن الجزائر نعتبرهم نحن المغاربة إخوة لنا ليس هناك فوق الأرض شعب يتشابه مع شعب في كل شيء أكثر من المغرب والجزائر إنها نخبة وامتياز ربما قد لا يكون في أي منطقة من العالم لا تكاد أبدا أن تفرق بين الشعب المغربي والشعب الجزائري سواء في اللغة في اللهجة في العادات في التقاليد في الروح المرحة وفي قوة الإيمان واليقين حتى في وحدة الدين والمذهب نحن كلنا في المذهب السني وفي الفقه المالكي وإننا لنصدم لما نسمع بين الفين والأخرى بعض المسؤولين الجزائريين يطلقون تصريحات مفادها قطع العلاقات مع الإخوة الأشقاء المغاربة وقد نفزع لما نسمع أحدهم يتمادى ويلوح بالحرب بين المغرب والجزائر هذا غير مقبول بتاتا الشعب الجزائري أيها الأحباب الكرام شعب شقيق أنا أذكر كانت لديكريات جميلة مع نخبة من أفراد هذا الشعب كنا في الديار المقدسة في مكة المكرمة أحداث كثيرة جسام أذكر منها واحدة مرة كنا نحن المغاربة جئنا وفدا كبيرا ووقع لنا تأخر في الطائرة ثم في النقل الداخلي وتأخرنا في منطقة الانتظار أكثر من خمس ست ساعات كان المفروض أن نصل إلى الفندق على الساعة التاسعة ليلا وكان عندنا حجز لحفل العشاء لكن لم نصل إلا الساعة الثانية أو الثالثة ليلا وصلنا متأخرين منهتين ولم نتناول طعاما تقريبا أكثر من 12 ساعة وكان الناس يشعرون بالجوع والعطش الشديد وإدارة الفندق أخبرتنا في مكة المكرمة بأنه لا يقبل منكم عذر لأنكم تأخرتم أذكر كنت مع صديقي لمغربي في المصعد في الأسانسير وكان يشعر بالجوع كان أكولا وهو كان صاحب نكتة ومرح قال لي لقد سعدت إلى الطبق السابع من الفندق ورأيت أحدهم ينصب طاجين مغربي بدجاج بلدي بالبصل والزيتون وغيره من فشعرت برغبة في التهامه عندي سؤال فتوى هل يجوز لي أن أسرقه وآكله لننحف مجاعة ألم يقل الله تعالى أسرق وسترفق طائد يوما لكن سيدنا عمر بن الخطاب أسقط حد قطع يدي الصارق لأن المجاعة ما فيها تطبيق الحدود فيسألني ويبتسم ويضحك هل يجوز لي أن أسرق هذا الطاجين وأكله فقلت له يا أخي المجاعة بعد مرور يومين أو ثلاث أيام نحن فقط اثنى عشر ساعة لم نأكل لا في مشكلة فسمعنا شخص كان معنا في المصعد هو جزائري فدهب بعد بضعة دقائق إلى إخوته وأخبرهم هناك وفد مغربي قادم وقد تأخر عن الطعام هل عندكم من طعام فجاءوا بطعام وفير وأدخلوا إلى مطعم الفندق وأخبرونا انطلقوا لطعامكم فلما أكلنا الناس يجرون أكلنا وضنلنا أن إهدارة الفندق هي التي وضعت هذا الطعام لكن فيما بعتبين بأن هؤلاء الإخوة الجزائريون هم الذين جمعوا طعام الذي عندهم ووضعوا لنا هذه المائدة الدسمة تعجبنا وفارحنا وعنقناهم بقوة وأذكر قلت للمسؤول عندنا في المجموعة لا بد أن نرد لهم هذا الجميل ونعبر لهم أن نحن المغاربة لسنا أقل منهم جودا وكرمة وفعلا يوم الجمعة تم صنعة طعام كسكس فاخر ولبن طازج ودعونا الجزائريين وجمعنا الطعام وصدينا الجمعة جماعة في مكة المكرمة ومن تم بقية الرحلة كلها ونحن في فندق واحد نشعر كأننا شعب واحد ليس بيننا أي حزازات أو باختلافات وصدقا ونسكن إيمانيون ربانيون ونحن كنون نفرح بهم أذكر لما سوف نرجع إلى بلدان كنا في المطار سحة المطار نتعانق بقوة وتبادلنا الهواتف وتبادلنا العنوين وكان عناق كبير هذا هي حقيقة الشعب المغربي وحقيقة الشعب الجزائري أما ما نسمعه من طرف بعض السياسيين أو العسكر المسؤولين هذا لا يعنينا في شيء لا يهمنا نحن ما يهمنا هو الشعب المغربي والشعب الجزائري الذين يربطهما أواصر الأخوة والمحبة والإسلام والدين والمذهب السني والفقه المالكي والتصوف الجنيد السالك كل هذا الخير يجمع بيننا المشكلة التي قد يطرح هو في أقاليمنا الجنوبية هذه الأقاليم يعني بشيء من الدراسة والتحليل والمفاوضات السلمية سوف يتبين فعلا أن الأراضي الجنوبية هي أراضي مغربية الوطائق الإدارية تثبت ذلك التاريخ يشهد بذلك لو جاءنا منصفون وأكاديميون ومتقفون وناقشنا على مائدة مفاوضات سوف نجد الحل المناسب رحم الله تعالى الملك العبقري الحسن الثاني الذي اتبع جميع الوسائل لطي هذا الخلاف ومن أبرز المبادرات الجميلة التي تحسب له هو أنه دعا إلى إقامة ما يسمى بالمغرب العربي الكبير جمع بين المغرب والجزائر وتونس والليبيا ومريطانيا وفعلا كانت مبادرة جميلة حبد لو تعود مرة ثانية لو تعود للتكتل والتعاون ثم نحن في أمس الحاجة لتنفيذ المبادئ التي كان يدعو إليها الملك الراحل العبقري الحسن الثاني أولها وهو الدعوة إلى السلم الكامل السلم الكامل ثم الدعوة إلى الحوار الديبلوماسي الهادئ ثم عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل بلد ثم مد جسور التواصل والتعاون الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين ثم وضع تقرير المصير لأبناء الشعب الصحراوي إنها مبادئ سامية تفرز حلا واقعيا وعماليا للجميع نأسف حينما نسمع بين الفين والأخرى من يلوح بدعوة إلى الحرب نأسف أننا سمعنا في اليومين الأخيرين أن نبيب الغاز سوف تستعمل للضغط الاقتصادي والاجتماعي الغاز الذي يمر من الجزائر عبر المغرب إلى إسبانيا والبرتغال سوف يتم تغيير المصار وذلك كناية في المغرب هذا لا يليق لابد أن يكون عندنا جسور التواصل وحق الجوار الشعب المغربي والشعب الجزائري شعبان عظيما وشعبان أخوين شقيقين وبينهم أنساب وبينهم أصهار وكل من يدعو إلى الحرب هذا كلام شد نحن نفتخر بكل المبادرات التي قام بها سلطاننا المحبوب أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس الذي كان دوما يعبر عن الحكمة والبصيرة في الدعوة إلى السلم والسلام وهذا ليس غريبا المملكة المغربية الشريفة عمرها 12 قرنا دوما تدعو إلى السلم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله وقد سمعنا بالأمس مصدر مطلع رسمي يقول بأن المغرب أبدا لن يدخل إلى الحرب مغمى يقع لن يدخل إلى الحرب لأن المغرب يؤمن بالسلم والسلام وله المحبة والود والاحترام والتقدير لأشقائه في الشعب المغربي أنا أطالب أبناء الشعب المغربي الحر وأبناء الشعب المغربي الجزائري الحر أنهم يرفعون أصوتهم ويأخذون مبادرات لكي نتعانق من جديد لكي نتعاون من جديد الأرض أرض الله والخلق عياد الله وكلنا إخوة في الدين لنا قبلة واحدة ولنا قرآن واحد ولنا سنة واحدة ولنا مذهب واحد ولا بد أن تكون لنا مصالح مشتركة بين أبنائنا وأبنائكم أسأل الله سبحانه وتعالى العلي القدير أن يوفق المسؤولين في كلا البلدين لاتخاذ منهج الحكمة الذي يقوم على السلم والسلام والحوار المتمدن ونبد الحرب والتشنج والعصبية والوقت ليس في مصلحتنا العالم كله يتغير العالم يسير نحو التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي العالم يسير نحو إقرار حقوق الإنسان العالم يسير نحو إسعاد الشعوب نحن لا نريد أن نرجع إلى الوراء لسنا مستعدين الشعب المغربي شعب قوي الشعب المغربي شعب قادر على مواجهة أي عدوان خارجي ولكنه لن يفعل أبدا لماذا؟ لأن المغاربة ليس هذا من شيمهم من شيم المغاربة كرم الضيافة من شيم المغاربة مد جسور التواصل وفتح الأبواب والتعاون على الفعل الخيرات نسأل الله تعالى أن يهدي النفوس نسأل الله تعالى أن يرشد العقول ونسأل الله تعالى أن يجعل المغرب دوما يبقى الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه إلى أن تشرق الشمس من مغربها وأن نتعاون على البر والتقوى هكذا أمرنا الله عز وجل وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان ونشكر الدول العربية الشقيقة والدول المسلمة والدول الغربية التي تدعو إلى حقوق الإنسان على موقفها المشرفة من دعمها للقضية المغربية العادلة نشد على أيديها وأسأل الله تعالى أن يعيننا كامل جميعا على الفعل الخيرات وعلى نبدأ التعصب وعلى عدم تمسي الحقائق وإظهار الحق وإزهاق الباطل وتبقى دائماً الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه ترجمة نانسي قنقر